هنتكلم عن الأوزان من الولادة لحد نهاية السنة الخامسة بس ايه؟ أوزان ايه؟ المثالية يعني ايه المثالية؟ يعني الأوزان دي اللي موجودة في الكتب الطب موجودة في الكتب الطبية وهتعرفوا دلوقتي بعد ما خلص استعراض للأوزان دي انه وارد جدا ان يكون فيه اختلافات فهنتكلم عن الأوزان المثالية اوعوا العنوان ده يتوه عنكم أو تنسوه علشان ما حدش يقلق قوي ويقعد يقول ايه؟ انا ابني طب في العمر ده بس الوزن مش كده هقول لكم دلوقتي ازاي بنعرف وزنه طبيعي ولا لا بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الوزن المثالي وطبعا كلنا بنتمنى ان ابنائنا وبناتنا يكونوا أوزانهم مثالية هنتكلم البداية عن البنات يعني كل اللي انا هقوله ده خاص بالبنات مش الأولاد البنات بعد كده هتكلم عن الأولاد وقت الميلاد يعني وقت الولادة بيبقى الوزن المثالي للبنت بيكون 3 كيلو و 400 جرام طبعا وارد جدا ان يكون الوزن ده مختلف لانه كمان في علاقة ما بين وزن الطفل بشكل عام سواء ولد او بنت عند الولادة وعلاقة ده بعدد اسابيع الحمل لان فيه اطفال بتتولد بعد رحلة حمل 9 شهور تمام وفيه اطفال بتتولد في اول الشهر التاسع فيه اطفال بتتولد في نص التاسع فيه اطفال بتتولد في السابع فحسب عدد اسابيع الحمل بيحدد وزن الطفل عند الولادة ولكن اللي احنا بنتكلم دلوقتي في الوضع المثالي والناس اللي قدوا فترة حمل 40 اسبوع وتسع اللي هي 9 اشهر قمرية تمام كده الاربعين اسبوع دول او ال 280 يوم بيكون وزن البنت المثالي عند الولادة 3 كيلو و 400 جرام طيب في نهاية الشهر التالت بيكون الوزن المثالي للبنات 5 كيلو و 600 جرام تمام كده عند نهاية الشهر السادس بيكون الوزن المثالي للبنات 6 كيلو و 900 جرام خلوه لكم بقى من الارقام دي 6 كيلو و 900 جرام يعني 7 كيلو ولا 100 جرام بس طيب عند نهاية الشهر التاسع التاسع انتو اخدين بالكو ان وحدة القياس هنا بنقيس ايه 3 شهور 6 شهور 9 شهور سنة ليه اولا لانه الفترة اللي بيكتسب فيها الطفل الوزن بتكون الحد الادنى عشان نحسب الوزن بيكون 3 شهور في السنة الاولى معنى كده ايه؟ معنى كلامي ايه؟ ان ممنوع بقى ان احنا نقعد نوزن الطفل ده كل اسبوع لا احنا بنوزنه في يعني زي ما بنقول كده بنشوف وزنه بعد نهاية التالت وزنه بعد نهاية السادس وكذا لانه بيكون فيه فرص للتعويض عشان لو الطفل مثلا محققش في الاسبوع ده او الاسبوعين دول معدلات الوزن الطبيعية اللي لازم يكتسبها خلال الاسبوع ده فوارد انه يعوض في الاسبوع اللي بعده وارد انه يحصل حاجة اسمها طفرة نمو طفرة نمو يعني تلاقي الطفل بيرضع كتير مثلا بيأكل كتير فتلاقيه وزنه زاد شوية بتلاقيه عوضها الاسبوع اللي بعده او العشر تيام اللي بعدها وزنه انخفض شوية فعشان كده وحدة القياس او الحد بتاع القياس بتاعنا بيكون بنحسب كل 3 شهور تمام؟ وصلنا عند نهاية الشهر التاسع الوزن المثالي للبنت للاطفال للبنات بيكون في نهاية شهر التاسع 8 كيلو و700 جرام اما وزن الاطفال البنات عند نهاية السنة الاولى بيكون 9 كيلو و700 جرام 9 كيلو و700 جرام تمام كده؟ بعد كده سواء للبنات او للأولاد بنحسب الوزن مع نهاية السنة خدتوا بالكم بام الفرق يعني في اول سنة بنحسب كل 3 شهور بنحسب وزن الولادة وزن في نهاية الثالث نهاية السادس نهاية التاسع نهاية الشهر الاثنشر اللي هو نهاية السنة الاولى بعد كده بقى لنقول نهاية السنة التانية نهاية السنة التالتة وهكذا برة تانية احنا بنكلم على الأوزان المثالية عند نهاية السنة التانية وزن البنات المثالي نهاية السنة التانية بيكون اتناشر كيلو ومتين جرام تمام؟ عند نهاية السنة التالتة الوزن المثالي للبنت يكون 14 كيلو و300 جرام عند نهاية السنة الرابعة الوزن المثالي للبنت يكون 16 كيلو و300 جرام اما عند نهاية السنة الخمسة فالوزن المثالي للبنات يكون 18 كيلو و300 جرام اشتركوا في القناة